مجلس محافظة نينوى حيث أن عدد أعضاء كتلة نينوى المستقبل لم يصل النصاب بسبب تعذر الحضور على بعض الأعضاء وتخلف كتلة نينوى الموحدة عن الجلسة بسبب مقاطعتها وكان من المقرر أن تناقش الكتب الواردة من ديوان المحافظة حول المختارين واستكمال اللجان الخمسة وبحسب مصادر مطلعة فإن الأعضاء الذين تخلفوا عن الحضور للجلسة قد أعلنوا عن عدم رضاهم بأداء كتلتهم وهناك تحرك لغرض استقطابهم في كتلة نينوى الموحدة هذا وخلف تعطيل الجلسة ردود أفعال غاضبة ومتسارعة وتراشقات بين عدد من الأعضاء وقد بدى نائب رئيس المجلس محمد الجبوري استعداده للإستقالة في حال استأنفت كتلتين نينوى الموحدة والديمقراطي الكردستاني حضور جلسات المجلس واتهمهما بتعطيل جلسات المجلس ليرد عليه مهند نجم الجبوري بالقول أن المجلس مشلول بسبب أداء الرئاسة وما حصل نتيجة للإخلال بالتوازن السياسي مؤكدا أن تصريحات نائب رئيس المجلس حول استعداده للإستقالة يؤكد أن هذا المنصب هو لممثل أهالي نينوى من كتلة نينوى الموحدة هذا ودخل هذا السجال وترى شقم عطفا جديدا بعد أن نشر النائب أحمد الجبوري منشورا هاجم فيه مهند نجم الجبوري جاء فيها إن قائمة نينوى لأهلها شكلتها مع أبوك الأخ نجم الجبوري ومنصب نائب رئيس مجلس المحافظة لا قمى له أمام تاريخنا السياسي وتضحياتنا الكبيرة لذلك يجب عليك الهدوء وعدم الغرور ليرد مجددا رئيس كتلة نينوى الموحدة مهاجما النائب أحمد الجبوري أنت عندما دخلت السياسة أنا كنت خارجها ولكن كنت أرى المصالح والتلون والقفز من مكان إلى آخر وعندما دخلت أنا السياسة من المخجل أن أفعل ما فعلت أنت وأنا بعمري هذا كل هذا السجال وترى شق رجحته بعض المصادر إلى أن المجلس قد يعيش أيامه الآخرة بدليل أن هناك طروحات من عدد من القيادات السياسية بالذهاب لحل المجلس وتكليف محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل بإدارة المحافظة ويرى مراقبون أن تمثيل نينوى بالمجلس أصبح رهينة للخلفات السياسية والتي من شأنها أن تعطل إنجاز المشاريع والمسادقة عليها ومراقبتها وأن نينوى لم يكن فيها تمثيل حقيقي وشارت المصادر إلى أن الكتلة المشكلة من الإطار التنسيقي تعرف على أنها تنشط في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب وليس لها ثقل أو تمثيل في نينوى لكن وبسبب ضعف مشاركة أبناء المحافظة في الاستحقاقات الانتخابية استطاعت السيطرة على مجلس المحافظة ورجحت المصادر إلى وجود أجندات لأحزاب وشخصيات سياسية من خارج نينوى تحاول السيطرة على القرار السياسي فيها وفي هذا الصدد دعا مراقبون الأهالي إلى ضرورة عدم إعطاء الفرسة للأحزاب القادمة من خارج نينوى للتحكم بالقرار السياسي في المحافظة وأهمية التكتل لانتخاب الشخصيات التي ستمثل المحافظة أحسن تمثيل